بسم الله والصلاة والسلام رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العام حضراتكم بخير ربكم جميعا بخير ان شاء الله في سأل جايلي من أخ ده اللي استدعاني نعمل الفيديو دوت بيقول كيف يتم وقف إشارة البدء بعد ما يبدأ المزبزب في العمل يعني يقصد جهد الستارت أو جهد الستارت اللي هو جايلي عن طريق المقومتين دول على طرف الفي سي سي أو أحيانا بيخش على طرف الوحد اسمه طرف الستارت تمام؟ أو جهد البدء بيقولك بعد ما الدائرة بتشتغل والمزبز بيشتغل ويخرج إشارته الجهد ده بيفضل واصل طب لو فضل واصل هيعمل خلل في إشارة المزبزب لأن هيبقى داخله جهد الفي سي سي يقصد وجهد إشارة الجهد الستارت مع بعضه فده هيعمل خلل في إشارة أو الإشارة اللي خرجالي من المزبز هنوضح له الدائرة بتشتغل إزاي أصلا ونجاوب على سؤاله ونقول له إن ده ما بيحصلش ونقول له إزاي الكلام ده بيشتغل وإزاي جهد الستارت بيشتغل وإزاي الجهاز نفسه أو الدائرة نفسها بتشتغل وإزاي جهد الستارت ده يخرج من العمل أو ما يخرجش ده اللي هنوضحه في الشرح ده هناخد يعني شرح بسيط وسريع عن كيفية عمل دائرة الباور وإحنا شرحونه في دوايل قبل كده في فيديوهات قبل كده كتير لكن هنوضح تاني عشان أي أخ مبتدئ يبدأ يستوعب المعلومة ويستوعب الفكرة أول ما بيجيلي جهد الـ 310 متوحد من أنطارة التوحيد وعلى المقامل الـ N-C بيخشيلي الجهد على المكسف الكبير على موجة من المكسف الكبير بيكون 310 المكسف الكبير اللي هو 47 ميكرو 450 فولت أو 400 فولت اللي هو المكسف الكبير ده المكسف العمومي يبدأ الموجة بيدخلي جهد الـ 310 دول فين على أول طرف في الملف الابتدائي في الشوبر الطرف الثاني بتاع الشوبر بيبقى 310 فولت دول جولي كده وعبدولي من هنا من الملف وده خلولي فين على طرف الديرين في المسفت أو على الكولكتور في ترانزوستور التعطيع أو في المسفت بتاع التعطيع يبقى جالي 310 هنا على الديرين أو على الكولكتور بتاع الترانزوستور ووقفوا طبعا ما بيحصلش الترانزوستور ده يشتغل إلا إذا جات له إشارة مزبذب أو إشارة الأسوليتر من أي شيء الأسوليتر لازم يخش طيار على القعدة هنا طيار بسيط على القعدة عشان يبدأ الاتصال يحصل بين السورس والديرين أو الكولكتور والإيمتر بتاع الترانزوستور عشان يتصل الأرض على 310 دول ويبدأ الملف ده يشتغل ترانزوستور ده مش هيشتغل إلا ما يجيه له إشارة الأسوليتر إشارة الأسوليتر مش هتشتغل إلا لما يطلع لها جهد التغذية بتاع المزبذب أو إيسي الأسوليتر من ملف الفيزي سي هنا من الشوبر يبدأ يشتغل ويطلع الجهد بتاعه حوالي 12 فولت عن طريق المواحد دوت ويخش على المكسف ده يعمله تنعيم وتزبيت ويبدأ الـ 12 فولت يخشولي على اسموهم جهد الفيزي سي أو جهد التغذية بتاع إيسي العمليات طبعا ده ما بيشتغلش إلا لما الدائرة تشتغل لما يحصل التقطيع هنا فطبع زي عايزين نبدأ في حاجة بقى اسمها جهد الستارت اللي هو جايلي عن طريق المقاومتين دول أو مقاومة جايلي من موجب المكسف 310 فولت نازلي عن طريق المقاومتين وإحيانا بيكون مقاومة واحدة المهم بينتج عن المقاومتين دول أو بيطلع علي منهم من 8 إلى 12 فولت أمبرهم ضعيف بيخشولي هنا عشان يعملولي جهد البدء أو جهد الستارت بتاع إيسي المزابزة ويبدأ إخرى شرط إجابة على سؤال الأخ إن بيقول لي الجهد ده طيب بعد ما يشتغل الدائرة أو يشتغل المزابزة الجهد ده بيروح فين بتاع المقاومتين دول بيقول لي بيبدأ الواصل يبقى هيعمل لي ألأ أو هيعمل لي عدم سابات أو عدم جودة للإشارة بتاع الأسوليتر هنا مش هتبقى مظبوط أنا بيقول لك لا ليه وهشرح لك ليه لو جيت هنا في مكسف لتنعيم جهد الفي سي سي هنا تمام في هنا مكسف لتنعيم جهد الفي سي أو جهد الـ 12 فولت اللي خارجين من ملف الفي سي سي ده لو شلت المكسف ده لو خلعت المكسف ده من مكانه قال لك معي عشان المعلومة دي مهمة لو خلعت المكسف ده من مكانه وجهد المكومتين دول واصل الاي سي المزبزب مش هيشتغل والدايرة مش هتبقى هتلاقي اللمبة الحمرة بتاع الباور بتقيد وتطفي يجي الجهاز يقوم يقوم فاصل يجي الجهاز يقوم يقوم فاصل رغم ان الجهد اللي ستارت ده واصل وجهد الفي سي سي اعتبره كمان واصل بس هو احنا لسه دلوقتي دايرة مش تغلتش جهد الفي سي اللي واصل جهد الفي سي ده جاي في ان على موجب المكسف السبعة واربعين ده اسمه مكسف الفي سي 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 او مكسف الباد او مكسف الفي سي سي تمام المكسف ده لو متشال او به اي عطل او به عطب مش مظبوط اللمبة الحمرة بتاع الباور هتقيد وتطفي الجهاز ما يقدرش يقوم مش هيقلع الجهاز ليه عشان امبير الفولت دوت او جهد الستارت ده امبيره ضعيف لما الاثناشر فولت دول بيجوا لي بيشحنوا لي هنا المكسف ده بيشحنوا المكسف ده المكسف ده لما بيشحن بيبقى الجهد ده عنده القدرة دفعة واحدة يقوم مغزيلي جهد الستارت هنا على اي سي المزبز بيبدأ يشتغل يديله النبضة الاولانية لكن من غير المكسف مش هتبدأ الدارة تشتغل ولا جهد الستارت ده هيقدر يشغل الاي سي يبقى عندي هنا جهد الستارت ده بيشحن للمكسف ده وجهد الفي سي سي ده برضو بيشحن للمكسف ده يبقى مش الجهد بيتاخد مباشر على الاي سي لا بيحصل هنا شحن للمكسف المكسف عنده لما بيشحن عنده القدرة انه يقدر يشغل ايسي المزبزب اظن كده قدرت المعلومة وصلت بدأت توصل لحضرتك ثم ان اشارة المزبزب ما بتتوقفش على او ضبط اشارة المزبزب ما بتتوقفش هنا على جهد الفي سي سي انت بتعتمد على اشارة الفيدباك اللي جايلي من الفوتوكابلر اشارة الفوتوكابلر هي اللي بتحددلي سرعة التقطيع او سرعة اشارة المزبزب عشان تبدأ تخرجلي منها على البيز بتاعت الانزستر التقطيع ويبدأ يزبط التقطيع بتاعه وعلى سرعة التقطيع اللي جايه من الفيدباك مش من جهد الفي سي سي يبقى احنا جهد الفي سي سي دوت احيانا بينزل لجهد الستارت دوت هنا على طرف الواحد وعلى طول هنا زي كده من المقامتين دول في حالة العمل هنا لما بيعصل العمل للاي سي المزبزب المقامات دي ممكن تفصل ممكن الجهد ده يفصل اوتوماتيك من داخل الاي سي لكن لو واصل على جهد الفي سي سي على المكسف بتاع الفي سي سي على طول الجهد دوت بيكون انبرو ضعيف جدا زائد الجهد اللي بيطلع لي بقى من ملف الفي سي سي هنا بيشحنولي المكسف السبعة واربعين ميكرو ده شحن المكسف دي بيبقى عندها القدرة انها تشغل الاي سي يا رب بيكون قدرت اوارتها لحضرتك المعلومة وتكون قدرت ابصتها وتكون استوعبتها يبقى عندي جهد الفي سي بيجيل على المقاومتين المقاومتين بيطلعوا لي من 8 إلى 12 فولت امبرهم بيكون ضعيف مايقدروش يشغلولي اي سي المزبزب بيخشوا على المكسف ده يتم شحن المكسف شحنة المكسف بتبدأ هي عندها القدرة تقدر تشغل الاي سي انما لو فصلنا المكسف ده جهد المكسف المكاومتين دول مايقدرش يشغل الاي سي لانه بيكون امبرو ضعيف يا رب بيكون ادار توصلك المعلومة ببساطة وعشان الكل يستفيد ودي كان شرح سريع لدائرة التقطيع سريع كده عشان ازاي بتشتغل وازاي جهد الستارت بيشتغل عشان المعلومة توصل لحضرتك او توصل لحد اي حد من الاخوة المبتدين اشكركم وارجو ان يكون الفيديو في فايدة لجميع اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وانتم بخير